نقف إسرائيل حيث اكتشف علماء الأثار خلال أعمال التنقيب في مدينة القدس القديمة ختمين يحمل أحدهما اسم إكار بن متانياهو والثاني اسم نيثن ملك المذكور في سفر الملوك الثاني 23 والعدد 11 ويعتبر هذان الختمان مهمين جدا لأنه تم اكتشافهما في طبقة محترقة من الأرض يغلب الظن أنها من الفترة التي دمر فيها البابليون أرشاليم في العام 586 قبل الميلاد علماء الأثار قالوا أنه يتوجد لديهم ثلاثة أسباب للاعتقاد بأن الختم الثاني هو للشخص المذكور في الكتاب المقدس أولا لأن الاسم نادر الوجود وثانيا لأنه يتطابق مع فترة حكم الملك يوشية وثالثا لأن هذا الرجل كان قريبا من الملك على اعتباره أحد خدامه هذا الاكتشاف يصلت المزيد من الضوء على مدينة أرشاليم القديمة التي كانت مدينة الملك داود